عايز بس اسأل هل اسم دير السوريان ليه علاقة برهبان من سوريا طبعا اسم دير السوريان اسم رنان ويشير الى وجود رهبان سوريان فيه اكيد هذا الدير يرجع الى القرن السادس الميلادي وهو احد اديوريتنا العظيمة اللي موجودة لحد النهاردة في برية شهيد او ودي النطرون صورته معنا اه صورة بتاحته صورة جميلة جدا بتبين العليمين تخرج لنا بطركة وصخفة هذا الدير دي كمان دي لازم اشير علا عليها الصورة دي معلش قبل دير السوريان اقول دي الشجرة بتاع مار افرام السورياني وهي العصايا اللي تركها بره المغارة بتاعة القديس الانباب شوي لما جه يزوره قرن الخامس وبعدين ده يعرف سورياني وده يعرف ايه طيب ما عرفوش لغات بعض فشوروا البعض يقوموا يصلوا ان ربنا يديهم موهبة التكلم بالألسنة وهنا هرجعتين يقول موهبة التكلم بالألسنة هي الترجمة في اذن المستمع وليس هلوسة الكلام فمار افرام يتكلم سورياني اما بشوي يفهموا بالأبتي اما بشوي يتكلم بالأبتي مار افرام يتكلموا بالسورياني بعد هزي الجلسة اللي تكلموا فيها بعضاء ما الله خرج لقى العصايا افرقت بهذا الشكل موجودة النهاردة لحد النهاردة وعملين عليها الاباء في دير السوريان السوردة وهي بتاع طمر هندي اصلا طيب هم فعلا كان في سوريان عايشين اه فهنا بقى نقول هذا الدير اللي ابتدى قرن السادس نيجي في القرن التاسع عند اعادة تعمير الأدير الفودي النطرون نتيجة الخراب اللي حصل في الفترة دي وبعد زيارة بطرك انتاكيا سمحوا للرهبان السوريان في القرن التاسع ان هم يعيشوا الى جوار الرهبان الأقباط فمن هنا هو الدير مكرس باسم العضرة واليدة ده فأطلق عليه اختصارا دير السوريان والذي يدل على وجود رهبان السوريان الى وجود الأقباط ان الحد النهاردة فيه كنيستين أسريتين في الدير الكنيسة اللي على اليمين اللي هو سوريتها ظهرت من شوية دي لأقول ما الواحد بيخش من دير الأسر دي كلها عليها كتابات سوريانية على حوائطها وفيها الباب اللي هو بنقول عليه باب النبوات وحوالين باب النبوات كله محفور كلمات سوريانية بالخط الاسترانجيلي يعني ده دي الكنيسة اللي زهرة قدامنا دلوقتي دي اللي كان بيصلي فيها الرهبان السوريان وكل ما يشوله طبقة من الطبقات الملاط أو المحارة اللي موجودة بتظهر طبقات أقدم لأن دي كلامنا عليها قبل كده كانوا بيكسروا الصور والحاجات دي دي كان الكنيسة خاصة بالسوريان وبرضو إلى جوار الكتابات السوريانية فيها كتابات إبطية يعني حتى على نفس باب النبوات أول صف فوق الإدسين اللي هما في القنون الأولى مكتوب أسمهم بالإبطي فموجود الإبطي والسوريان نيجي الكنيسة اللي على الشمال بعد ما نخش شوية نلاقي الكنيسة تانية يقولوا عليها كنيسة المغارة ودي اكتشفوا فيها مغتص من عدة سنوات ونظفوه طهاروه وده كان بيتم فيه الغتاص الغتصة بعد في ليلة الغتاص دي كان يصلي فيها الأقباط ما فهاش ولا كلمة سورياني ولا إقونا سورياني ولا نقش سورياني فده يدل على أنه الاتنين كانوا عاشين مع بعض جنبا إلى جنب فاحنا سامعنا من قلهم ليه أنا بقول كده لأن بعض الكتابات عند دخوتنا السوريان بيقولوا أنه واحد كان اسمه ماروتا التكريتي أصلا من تكريت وكان يعني لها وظيفة كبيرة في الدولة اشترى الدير بـ 12 ألف دينار اشترى احنا عمرنا ما بيعنا أديورة ولا كنيسنا احنا بقى بنسد أن احنا نبني جنيسة أو دير فنيجي نبيع ما حصلتش ومش هتحصل لكن احنا كنا نقبل الجنسيات الأخرى ونخصص لهم أديورة يعني ما كنا واحد مثلا من الروم نعاده في دير البراموس وكلمة براموس يعني الخاص بالروميين أو خاص بالروم طبعا مقصود بيهم مكسيموس وداماديوس لأنهم من كده لكن على حسهم على حسهم كنا نقبل أي واحد رومي جاي قبل أن نشقاق طبعا إن عايزوا ترغب أن نعرف فينا دير الأحباش أديورة خاصة لما جلنا واحد حبشي إسيوبي نقعده في الديار دا نسكنه في فالموضوع مش موضوع إن احنا بيعنا الأحباش وبيعنا دروم وبيعنا للسوريان لا ده كلام غير دقيق تاريخيا يعني لكن احنا لأجل محبتنا لإخواتنا في الإيمان كنا نقبلهم والرهبانة طبعا الأبطية مشهورة على مستوى العالم الحاذقين في العبادة الحوزين المزامير غايبا 150 مزمور طقيقين اللي كانوا بينقلوا الجبال وبينقلوا حزوزين المزامير غير دعم ب DVD مجم�AA ب�드� اترجمع منا اللي função شكرا